السلام عليكم ورحمة الله ارتدت برلمانية نمسوية الحجاب خلال خطابها ضد مشروع قانون مثير للجدل يحضر على فتيات المدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلاد ارتداء الحجاب وقالت البرلمانية مارتا بيسمان خلال خطابها أمام مجلس النواب بأن قرار منع النساء المسلمات من ارتداء الحجاب يعتبر عقاباً لهم واعتداءاً على حرياتهم وبعد أن غطت مارتا شعرها بواسطة حجاب أحمر اللون قالت موجهة حديثها لأعضاء البرلمان هل تغير شيء؟ دعونا لا نقطع الود الذي بيننا